أعسى ما نسي الكل، أنا هادي كامون من منظمة ليرت وفي الوقت هذا ما سنسين تلقاه حلقة من بودكاست وقيد صورناها جمعة هادي كما العادة، ما ما نجمناش أن نهبطوها اليوم في الوقت على خاطر صارونا مشاكل متاع التقنية متاع الصوت في الفيديو صوت جاء خائب برشا، ما نجمناش أن نحسنو فيه، ما نجمناش أن نوفروا صوت ممتاز في بودكاست اللي هو أهم حاجة معناها بتبعها في بودكاست، أهم بتصويرها ديما الصوت دوك ما حابينش نهبطو حلقة تكون التعب اللي يتفرج فيها على ساعة ونص تقريباً حلقة الأسبوع هذا كانت من المفروض تكون على المهن الحرة ونحكينا على المشكلة اللي صايرة بين البياترة والصيداليين حكينا زادة على مشروع القانون المقترح من قبل خبراء الجبائيين وحكينا على المشاكل الموجودة في الاقتصاد التونسي اللي تخص المهن الحرة كما عمادة المحامين عمادة الأطباء، عمادة الخبراء المحاسبين وهي مشاكل كما نحكيه في العادة تخص انه أشخاص في سوق معينة يتلموا في عمادة ويختاروا انهم يتفهموا على الأسعار، يختاروا انهم يتفهموا على السوق وهذا الكل بتبعه يضر الاقتصاد ويضر المواطن وهذاك عليش كان هذا هو السجاة اللي حبينا نحكيو فيه في الحلقة هذي مش نحاولوا انهبطوا شوية مقاطعة من الحلقة على انستجرام وفيسبوك واللي هم فيهم أقل مشاكل من اللي موجود في الحلقة الكل وإن شاء الله نرجعو لكم جمعة جاية كل عادة بحلقة من البودكاست سامحونا على المشكلة هذية اللي صارت لنا وملتقنا الجمعة الجاية ان شاء الله